استهداف مباشر وعلني لمناطق حيوية في عمق السعودية حيث أعلن المتحدث باسم الحوثيين عن استهداف محطتي ضخ نفطيتين في المملكة ووفق قناة المسيرة فإن سبع طائرات مسيرة نفذت هجمات ضد منشآت حيوية غرب السعودية وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن خط الأنابيب السعودي الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع تعرض لهجوم من طائرات دون طيار مفخخة ما أدى لحريق في إحدى المحطات المثير للاستغراب هو أن السعودية لم يصدر منها رد فعلا حقيقي تجاه ميليشيا الحوثي بل اكتفت بيدانة خجولة للحادثة فالوزير السعودي لم يتهم الحوثي رغم إعلان تمنيه عملية الهجوم واكتفى الوزير بالدعوة إلى تصدي الكافة الهجمات الإرهابية بما فيها هجمات ميليشيا الحوثي بلا مستضرر أربع سفن بأعمال تخريبية صلقات المعنية تجري تحقيقاتها حاليا في هذا الموضوع يأتي الهجوم على النفط السعودي بعد يومين من حادثة الاعتداء على أربع ناقلات نفط منها ناقلات نفط سعوديتان قبالة سواحي الإمارات وجهت الاتهامات لإيران بالوقوف وراء الحادثة واكتفت الرياض بالقول بأن الحادثتين تعدان اعتداء على أمن إمدادات الطاقة للعالم وتشكلان تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي الهجوم على ناقلات نفط سعودية وإماراتية والاعتداء على خط أنابيب سعودي فتح الكثير من الاستفهامات حول صمت الرياض وأبوظبي وتفروج واشنطن على ما يحدث لكنه بالنسبة للمراقبين يعد نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة التي تنتهجها السعودية والرياض في اليمن وهي السياسات التي أدت إلى تمكين إيران وأدواتها من تحقيق انتصارات مجانية كان آخرها الاعتراف الأممي بسلطة ميليشيا الحوثي على مواني الحديدة اشتركوا في القناة